حديث الرئيس أمام العالم الرئيس يعي جيدا أنهم يسمعون وينصطون ويفندون بل ومنهم من يتربص بأي كلمة هم مستنيين وأنا دايما نقول لك إيه إحنا ما فيش على ناسنا بطحة نحسسة لي إحنا ما فيش عندنا حاجة تخوفنا ولا نقلق منها الرئيس بيقول الأرقام بمنتهى الدقة بالمناسبة يعني تجربتنا كلنا معاه صحفيين مزيعين مواطن لما بتاخد بالك الرئيس لما بيذكر الرقم بيذكره بالمليم لو الرقم مالي لو الرقم عدد سكان بالواحد تمام طيب الحاجة التانية الرئيس تكلم على طريقة استخدامنا للميا وإلى ما وصلنا إليه في استخدامتنا للميا إنه مصر هي الأولى عالميا في مجال معالجة المية أو معالجة واستخدام المية بكافة المواصفات العالمية أو وفق لكل المواصفات العالمية وبكافة السبل والتكنولوجيات المعروفة على سطح الكرة الأرضية يا سادة أنت لو تعرف حجم الاستثمارات اللي تعاملت بنية تحتية علشان معالجة المية هتفهم كويس جدا عشان هنا لازم تبقى فاهم مصر في مرحلة مؤلمة مظلمة سوداء كانت الفلوس بتخش الفلوس دي زي ما تطلع تطلع بقى إرادات الدولة تطلع استثمارات الدولة تطلع قروض واخدها الدولة تخش من هنا تروح على جيوب ناس حبايبهم من هنا أو الله علشان كده كان في حاجة اسمها عشوائيات وما العشوائيات دي كانت طلع علي موضة يعني مصر من 8 سنين كل ما تستطيع الحصول إليه لأنه هنا فيه فرق ما بين كلمة نمو وتنمية ممكن الدولة تعمل نمو وما تعملش تنمية لأن الفلوس بتيجي فلما بتيجي بتخش على جيوب إياهم لكن لما الدولة تعمل نمو وتحقق تنمية يحصل إيه؟ تنمية دي يعني أقضي على عشوائيات تنمية دي يعني أعرف أكل النسب المظبوط تنمية دي يعني أقل البطالة تنمية دي يعني أوفر سلع تنمية دي يعني أوفر فرص عمل أيضاً يصبح بمصلحة البطالة تنمية دي يعني أبني مجمعات صناعية تنمية دي يعني أوسع الرقعة الزراعية اللي كانت بتتأكل أيامه مفهومة تجريف ومخالفات وسرقة ونهب وفساد واللازم منه ولسنا بصدد منقش الده دلوقتي بس عشان تعرف يعني إيه؟ تنمية بص حواليك زمان كدت الناس تقول إيه؟ وإحنا بندفع ضرايب لإيه؟ إيه اللي بيحصل؟ ده الشوارع مدغدغة وعشان نروح من حتة لحتة بخد يا راجل سكان ستة أكتوبر والشيخ زايد والكلام ده أما كان يحب يروح التجمع الخامس بيحضر قبلها بتلات أيام وبدون مبالغة ومش بيحضر ومش برميلك فيه بيقعد يفكر تلاتين مرة قبل ما يطخ مشوار التجمع الخامس ده ليه؟ لأنه فيها تلات ساعات قاعد مخشب في العربية أو وسلط المواصلات الناس جالها انزلاك غضروفي ولومباجو تلاتين سنة طيب قولها التجمع الخامس من أواخر التسعينات كده أو منتصف التسعينات طيب عشرين سنة حلوة كده جميل النهاردة بتقدر تاخدها تقريبا في حوالي خمسة واربعين دقيقة ومن غير ما بتفكر تنزل من بيتك وتركب مواصلتك تركب عربيتك تتوكل على الله بتخلص مشوارك وبترجع تمام ميت فل واربعتاشر الناس كده زي ما تقول كده حنطفع الضراب دي علشان الايه هو انتو نسيتو الحنافيات اللي كانت بتتفتح بتنزل مية سودة ولا ايه هو الناس كان بيجي لها فاشل كلوي من الايه يا راجل هو الناس كان بيجي لها فيروس سي اللي تحمده الحمد لله والشكر لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسبب الاسباب فبعت لنا راجل حاسس بالقلم والوجيعة يا اخي حاسس بالقلم والوجيعة حاسس يعني ايه بني قدم عيام صحته كرب حاسس يعني ايه بني قدم قاعد في عشة صفيح حاسس يعني ايه بني قدم مش عارف فين العلاج وبكام ويطرى هيلحق يقف في الطبور ويخش يتعالج ولا السر الالهي هيطلع وهو في الطبور التموين اللي كان بيتنهي بزمان لو احنا هنتحك على نفسنا ولا احنا عندنا فقدان زاكرة ولا احنا ايه الحكاية بتكلم بجد بامانة ما يعني هو حضرتك سمعت ايه قبل كده عن مسلا مسلا يعني انه يبقى الدولة بتدفع فلوس في اوقات المحن الاقتصادية للناس فلوس او انها توجه توجه معاشا منتظما لمين للعملة اليومية غير المنتظمة اخر حاجة كان حاجة اسمها معاش السادات اللي كانت بتروح لاهلينا بتوع طيفة المعمار اخر حاجة رئيس السادات الله ارحمه ماينت من واحد واربعين سنة اخر حاجة وبعد كده يا مولاي كما خلقتني صباح الفل احنا ماشين في البلد كده والحبايب هم اللي يتغنوا وزي الاخوان كده بالزبط في نفس سنة المرحلة عملوا امبراطوريات مالية ما تسألنيش ازاي بقى روح اسأل اللي سابهم عاوز تقولي انه اللي بيحصل في البلد دي مش محسوس ازاي انت عاوز تنظر لكن على الارض اخويا اللي بيروح ببطاقة التموين ياخد الحاجة هو عارف ان البلد اتغيرت اخويا اللي كان قاعد في عشة وراح قاعد في شقة عليها الايمة بالفرش هو اللي عارف ان البلد اتغيرت اخويا اللي كان يفتح الحنفية لو كان عنده حنفية واخد بالك من الجملة دي لو كان عنده حنفية كانش بيروح يملى جراكن مية من الترعة زي ما هي كده كان ايه يا نهر بيض ده مش عايش قبل طب ده قبل التاريخ ما كانش لسه فيه تلوث الترعة اللي تلوثت دي كانت الناس على ايامه بتملش جراكن في القرياف عندنا في الصعيد وفي غير الصعيد وفي بحري من الترعة تلاقي المياه مع الكرة ويسيبوا المياه تركز شوية الجركن يقف كده عشان المياه تركز واللي فيها يركز حبة عشان يعرف بس يصفيها ويصفي تباقي على شاشة وماش شاش يا لا هوي كل ده في القرن الـ 21 ده ولا ينفع حتى في القرن الـ 20 بس اخويا اللي دخلوا مياه نظيفة واخويا اللي بقى عنده حنفية في بيتهم واخويا اللي اتعملوا صرف صحي واخويا اللي خاد شقة واخويا اللي بياخد بطاقة التموين وروح يصرف التموين زي الفل واخويا اللي بيروح يصرف والأبويا بقى والسانة ابودوا نهاجست ده نفضل الـ 13 سانة اطلع معاش اخويا الكبير اللي بيروح يصرف المعاش بالكارت من أي مكان ومن أي ماكنة ويروح البسطة ويروح البنك وما إلى ذلك والمعاش بينزله على الكارت بتاعه ومية فل و14 هو اللي عارف بعد ما كان بيطلع عينه طوابير عشان يعرف يخذ المعاش بتاعه حدوتها يعني